بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عامليني يا ربكم بخير معكم بستر رحمد نادا والنهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اسئلة طبعا عارفين ان يا شباب بتتكلم عن او الجينات وعلم الوراثة هو فيه لسن واحد بس يا شباب هنحل عليه اسئلة النهاردة ان شاء الله وهو بيتكلم عن يعني المبادئ الاساسية للوراثة فعايزكم تركزوا معي كويس جدا اليونت اي نعم كبير شوية فيه معلومات حفز كتير شوية بس برضو فيه اجزاء كتير فهم اللي هي المتعلقة بالجزء الخاص بال او المسائل بتاعة الوراثة تركزوا معي سنة تالتة وزي بداية كل حلقة احب افكركم بحاجتين اول حاجة يكون معنا ورقة وقلم موجودين جنبنا عشان لو حابنا نسجل اي معلومة مهمة او لو حابنا نحل اي حاجة ونتدرب عليها واحنا بنتفرج على الفيديو ما نضطرش نقوم ونرجع تاني تاني حاجة نبصها او على وصف الفيديو اللي بيكون مكتوب اسفل الفيديو علشان هنلاقي في كل اللينكات المهمة زي لينك جروب الفيسبوك بتاعنا اللي تقدروا تنضموا ليه علشان تكونوا دايما على تواصل معنا ودلوقتي هسيبكم فاصل صغير جدا تروحوا تجيبوا الورقة او القلم وترجعوا تاني تكملوا معنا حل اسئلة لسون وعلى ورجعنا لكم من الفصل يا شباب وتعالوا بينا نشوف اول سؤال معنا النهاردة بيقول لي بيقول لي مين من دول من الصفات الوراثية يعني ايه يا شباب يعني هي او الصفات اللي بتتنقل من جيل لجيل طبعا ما فيش غير اجابة واحدة هنا تنفع ليه او فصيلة الدم بيقول لي كمان يعني مين هو مؤسس الوراثة او مؤسس علم الوراثة طبعا ميندل السؤال اللي بعده يقول لي ميندل كوندكتد هز اكسبرمينت باي يوزين كام بيرز اوف تريتز يعني ميندل عمل التجارب بتاعته على نبات البسلة باستخدام كام زوج من الصفات طبعا هما كانوا سبع ازوايج من الصفات اللي هما او الصفات المتنقضة زي مسلا الريد فلاور والويت فلاور اللي هو لون الوردة اما تبقى ابيض اما تبقى احمر صح فلون الوردة ابيض واحمر ده كده يعني زوج واحد من الصفات هو عمل التجارب بتاعته على كام بير بقى على سبع ازوايج من الصفات تمام شوف اللي بعده يعني الورود بتاعة نبات البسلة بتكون بتكون ايه كل الاجابات اللي فاتت تنفع معاها هي اولا بتكون هيرمافرودايت هيرمافرودايت يعني سنائية الجنس يعني عندها على نفس الظهرة فممكن تعمل وممكن يحصل من او من وردة الوردة فبقى ساعتها حصل ولو ما عملتش سهل ان احنا نعمل لها تلقيح صناعي علشان كده كل الاجابات تنفع تمام كده شوف السؤال اللي بعده بيقول لي يعني معانا نبات بسلة البزور بتاعة طولونها اخدر ونبات تاني البزور بتاعة طولونها اصفر واصفر ايه بيور تعالوا بقى نكمل السؤال يا شباب بيقول لي يعني نسبة ظهور النباتات اللي البزور بتاعتها صفرة الى النباتات اللي البزور بتاعتها خضرة في الجيل التاني هتطلع النسبة كم الى كم يعني كم واحد يلو كم واحد جرين طبعا سري ريشيو وان اكوردين جتو مندلز فرستلو او على طبقا لقانون مندل الاول للوراس لازم الصفات ديت هتظهر في الجيل التاني بنسبة تلاتة الى واحد او ثري ريشيو وان تمام كده شوفي السؤال اللي بعده واللي مندل هاس كفرد مندل غطى ايه افزا بيستلز ان اوردر نوت تو كروس بولينيت فروم ادر فلاورس ايه الجزء اللي في الزهرة اللي مندل غطاه علشان يمنع ان يحصل كروس بولينيشن مرة تانية طبعا الاستيجمز دي ده جزء من الفيميل او العضو التناسولي اللي هو الانثاوي اللي موجود في الزهرة هو غطاه عشان ما يحصلش كروس بولينيشن مرة تانية طيب بيقولي كمان مندل ريموفد زاستامنز اوف بلانت فلاورس بيفور يعني مندل ازال او قطع الجزء بتاع دوت جزء من عضو التناسول الذكري او العضو التناسولي الذكري في الوردة قطعوا ليه قبل ما يصبح ناضج قال لي عشان يمنع ان الزهرة تعمل تلقيح زيتي لنفسها او تعمل لنفسها تمام كده نروح نشوف السؤال اللي بعده وهنا يا شباب بيقول لي مندل ليفز بي بلانت يعني مندل ترك نباتات البسلة تو انها هتعمل ايه؟ عدة مرات عشان يتأكد من نقاء الصفة اللي هو بيدور عليها قال لي سيلف قولينيتد سابهم يعملوا سيلف قولينيشن او توقيح زاتي لنفسهم بنفسهم عشان يتأكد من ان الصفة اللي بتظهر هي صفة بيور او صفة نقية نروح نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي مندل bentel لاحظ ايه في التجارب بتاعته على نبات البسلة او لاحظ ظهور انيه صفة في الجيل الثاني بنسبة 25% طبعا النسبة اللي هتظهر في الجيل التاني بنسبة خمسة وعشرين في المية هي او الصفة المتنحية فانا هشوف مين في دول صفة متنحية وهي دي اللي انا هاختر اللي هي او اللي هو الغلاف اللي بيكون الحبوب برزة منه او باينة من خلاله. تمام كده بيبقى الغلاف من برة عامل كأنه مطباط كده عليه مطباط. او البزور بتبقى واضحة من خلال الغلاف من برة. تقدر تلاحظها من برة. انتفقنا? شوف السؤال اللي بعده يقول لي ميندل تشوز زا جاردن بي بلانت. تو كوندكت هز ريسيرش فور زيس ريزونز اكسب يعني ميندل اختار نباتة البسلة من الحديقة بتاعته علشان كل الاسباب ديت ما عادة انهي سبب طبعا يعني ما عادة ان دورة حياتها طويلة ده ده بالعكس ده دورة حياتها قصيرة وده السبب اللي خلاه او سبب من الاسباب اللي خلاه يختار تمام? شوف السؤال اللي بعده يقول لي كل دي من الصفات الضامنانت او من الصفات السائدة في نباتة البسلة مع عادة مين? طبعا الجرين سيدز مع عادة ان البزور تطلع خضرة السؤال اللي بعده الصفة اللي بتختفي من الجيل الاول وبتظهر في الجيل التاني طبعا اسمها ريساسب صفة متنحية السؤال اللي بعده اللي هما الجينز يعني طبعا باي جاميتس يعني العوامل الوراثية او الجينات الوراثية بتتنقل من الاباء للابناء او من الاباء للاجيال الجديدة من خلال الجاميتس اللي هي الامشاج اللي هي في حالة النبات اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي البوايضات وحبوب اللي قاتل شوف السؤال اللي بعده بقول لي طبقا لقانون ميندل الاول يعني العوامل الوراثية ليه الجينات يعني هيحصل لها ايه؟ لما الامشاك تبتدي تتكون طبعا بيحصل لها انعزال او انفصال العوامل الوراثية بتنفصل عن بعضها. يعني كل صفة بتحكم فيها جينين. لما الجاميتس بتتكون الجينات ديت بتتفصل عن بعضها. عشان كده سموه قانون انعزال العوامل الوراثية. طبعا كده؟ شوفوا السؤال اللي بعده. من الصفات الوراثية المتنحية اللي درسها. مين في دول. طبعا شورت ستيم. ان النبات يكون الصغب بتاعه قصيرة. السؤال اللي بعده يقول. يقول لان بولينيشن بي بلانت بروديوس يليو سيدز فور سيفرال جينيشن. واذا بي بلانت بروديوس جرين سيدز فور سيفرال جينيشن. ات بروديوسز يعني لما نعمل بولينيشن لنبات بسلة بينتج بزور صفرة بس لعدة اجيال. طبعا هينتج نباتات البزور بتاعتها صفرة. ولو عملنا نفس الحكاية لنبات تاني عنده جرين سيدز. البزور بتاعته خضرة. واسبناه يعمل لعدة اجيال. برضو هينتج نبات البزور بتاعته خضرة. يبقى انا كده معايا بيور ييلو سيدز وبيور جرين سيدز. لو حصل ما بينهم كروس بولينيشن. يا طرح هينتجوا لي ايه? قال لي بلانت بروديوس ييلو سيدز. يعني كل النباتات اللي هتنتج هتنتج بزورها صفرة اللي هي الفيست جينيريشن او الجيل الاول كله هيبقى البزور بتاعته صفرة. انتفقنا? نروح للي بعده. يعني الصفة المتنحية. هتظهر على احد الابناء لو ورس انهي صفة من الاباء. طبعا لو ورس الاتنين جين. يعني لو الجين اللي ورسه من الاب متنحي. والجين اللي ورسه من الام هتظهر عليه اللي هي الصفة المتنحية. تمام كده? يبقى عشان تظهر لازم الابن دوت يورس من الاباء بتوعه. رح نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي الجين اللي بيمنع ظهور تأثير الجين الاخر اسمه الدومينانت. الجين السائد. بيقول لي مين اللي بتكون دايماً نقية? قال لي على طول نقية. صفة نقية. ليه صفة نقية? لاني عشان تظهر لازم الجينين اللي تورسوا من الاب والام يكونوا جينين. علشان كده الصفة بتكون صفة بيور. اتفقنا? بيقول لي يعني العوامل الوراثية اللي هم مجينين يعني اللي تورسوا من الاب والام بيكونوا متشابهين في حالة الفرض لما يكون ايه? لما يكون ايه? بيور ولما يكون رساسب. لما يكون نقي ويكون رساسب. بيور يعني معاة تو جينز دومينانت. ورساسب معاة تو جينز رساسب. يبقى اي و سي الايجابتين ينفعه. شوف السؤال اللي بعده. قولي ايه? يعني النسبة بتاعة ظهور الصفة السائدة في افراد الجيل الاول على حسب قانون مندل الاول الوراثة. هتكون قد ايه? اللي طبعا الصفة السائدة بتظهر في افراد الجيل الاول بنسبة مية في المية. تمام كده? نشوف السؤال اللي بعده يا شباب. بيقولي نتيجة التلقيح اللي بيحصل ما بين نباتين بسلة. يعني واحد منهم عنده هايبرد ييلو سيدز. البزور بتاعته لونها اصفر. بس الجينات اللي فيه مختلفة علشان كده سميته هايبرد. هايبرد يعني عنده الجين بتاع الجرين سيدز والجين بتاع الييلو سيدز موجودين مع بعض. and the other with pure green seeds. والتاني عنده pure green seeds. البزور بتاعته اخدر ونقية. يعني الجينين اللي عنده اللي اتنين مسئولين على اللون الاخدر. تمام كده? يعني الجينين ريسيسيف. اما الهايبرد بيبقى عنده جين دومينانت وجين ريسيسيف. ما علينا? لو احنا عملنا اللي اتنين دول. ايه النتيجة اللي ممكن تزهر? قال لي 50% green. و50% ييلو. طيب ازاي? 50% لونهم اخدر. بزور لونها اخدر. و50% بزور لونها اصفر. قال لي لو انت حلتها بورقة وقلم. كتبت بتاع الهايبرديلو سيدز. والجيناتيك بتاع البيور جرين سيدز. وعملت لهم مع بعض وطلعت الريزلت. وحسبتها بالورقة والقلم هتطلع معك النسبة دي خمسين خمسين. طيب تعالوا نجربها كده مع بعض يا شباب. ونمشي الخطات بتاعتنا او الخطات بتاعتنا زي ما احنا اتعلمناها بالظهر. بقول لي اول حاجة هنكتب البييرانتز. البييرانتز هايبرديلو هتبقى واي كابيتل واي سمول. هيحصل لها مع بيور جرين واي سمول واي سمول. طيب لي انا اخترت الرموز دي. حرف الواي دوت اول حرف من كلمة ييلو. فانا هاختار الدومينانت جين او الجين السائد واي يبقى الرساس في الجين. هيبقى واي ما. فانا كتبت دوت واي كابيتل واي. ودوت واي باية ثم مور واي بعد كده هنجيب الجميل علشان يحصل او انعزال للجيناتري اه سوري للهريديتري فاكتور او تمام هيبقى انا هنا معي ثو جينس واحد اسم واي كابيتل واحد اسم واي باية وي باية صح كده بعد كده نبتدي نجيب الفرست جي نريز وي كابيتل وي سمول اهو وي كابيتل وي سمول اهو وي سمول وي سمول وي سمول صح كده طلع خمسين في المية يلو علشان فيهم وي كابيتل والدوميننت جين هو اللي هيظهر الدوميننت تريد وهنا هيبقى خمسين في المية جريم علشان كده نخترت النتيجة دي اتفهمت يا شباب دايما المسائل اللي من النوع دوت لو حب لقيت نفسك هتطلق بس فيها اكتبها او حلها في ورقة وبعد كده اختر الاجابة نروح نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي هنا في السؤال ده يا شباب يعني لو انت جوزت اتنين ببعض النسبة بتاعة ظهور او الصفة المتنحية في الجيل اللي جاي هتكون بنسبة كم في المية قال لي 25% خمسة وعشرين في المية طب انت عارف تمنين تعالى نفرد مسال كده من دماغنا او يعني على سبيل المثال اي صفة تيجي على دماغنا خلينا في اللي عملها مندل او التجربة اللي عملها مندل اللي هو اليلو سيتز والجرين سيتز تمام؟ تعالى نجوز اتنين هايبرد لبعض اللي هو يقبل 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 يق مرات. اللي هي يبقى تظهر بنسبة خمسة وعشرين في المية. تمام يا شباب? انا هنا ضربت مثال من دماغي علشان اعرفك احنا اخترنا خمسة وعشرين في المية ليه. تمام? نشوف اللي بعده. بيقول لي برضو معنا اتنين تمام? حصل ما بينهم في تلتمية فرد نتجه بسبب التزوج دوت. يعني عدد الافراد اللي بتحمل او الصفات اللي هي المهايبارة. اللي هي ايه? ان يكون عنده مختلفين يعني. كام فرد عنده مختلفين? قال لي هيبقى النص. نص التلتمية كام? 150. طب انت عارفت منين? تعال برضو نفرد مثال من دماغنا ونجرب. نفس المثال اللي فات. اللي شرحناه في السؤال رقم 23 او في السؤال رقم 23. السؤال اللي فات على طول. هنقول ان احنا معنا اتنين هايبرد انديفاديول. هايبرد يلو هايبرد يلو. تمام? طبعا جبنا وهنجيب الجميع. بعد كده هنجيب الفرست جينيريشن. لو خدت بالك ان اللي اتنين دول هايبرد يلو صح? يبقى الاتنين دول هايبرد انديفاديول. ظهروا كم مرة? مرتين من اربع مرات. يعني ظهروا بنسبة خمسين في المية. صح كده? يبقى نص التلتمية هيطلعوا هايبرد انديفاديول. تمام كده يا شباب? عرفنا ليه اخترنا الرقم ده بالزات? راح نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي. لما يحصل زواج ما بين ميل وفيميل. الجينو طيب بتاعهم يعني الاب والام بي كابتال بي سمول. يعني النوع دوت من الجينز اللي هو بي كابتال بي كابتال. هيظهر في افراد الجيل الاول بنسبة كم في المية? قال لي هيظهر بنسبة ايه? 25%. 25% طيب اش معنى 25%? تعالوا نعملها بالورقة او الالم. هنلاقي ان بي كابتال بي سمول هتظهر في الجيل الاول مرة واحدة من اربع مرات. يعني هتظهر بنسبة الربع او بنسبة 25% طيب تعالوا نعملها بالورقة او الالم? تعالوا نعملها بالورقة او الالم. مش احنا قلنا ان تو بيرنز بي كابتال بي سمول بي كابتال بي سمول. هاتلي الجميز كده بي كابتال بي سمول بي كابتال بي سمول صح كده? تعالوا هاتلي الفرست جنوريشن بي كابتال بي كابتال بي كابتال بي سمول بي كابتال فالكابتال بتكتب الاول تمام كده فهتبقى بي كابتال بي سمول بي سمول بي سمول ايه رأيك؟ بي كابتال بي كابتال لو الجينو طايب او نوع الجيل اللي هو بيسأل دوت ظهر كم مرة ظهر مرة من اربع مرات يعني نسبة ظهوره قد ايه الربع صح يعني 25% خمسة وعشرين في المية تمام كده شاف السؤال اللي بعده بيقول لي ايف زي جيناتك ستراكتشر اف وان اف زي بروديوسين ايه سمول اي سمول زي جيناتك ستراكتشر اف بيرانس ماي بي يعني لو تركيبة الجين بتاعت احد الافراد اللي نتجت هي اي سمول اي سمول تركيبة الجينات بتاعت الابوين ممكن تكون عاملة ازاي طبعا ان يكون في ايه كابتل وايه كابتل في الابوين الاسمول واسمول عمرها ما هتظهر صح يبقى دي مش هتنفع ودي مش هتنفع والاخيرة دي كمان مش هتنفع صح كده هنا هو بيقول لي انا عايز ازهر او ازهر اسمول اسمول في اي فرض من افراد الجيل اللي هينتج صح كده يبقى ما فيش النامبر سي هي اللي هتنفع طب عايز تتأكد تعال نعملها اي سمول اي سمول بتعمل مع اي كابتل اي سمول اعمل لي او افصل العوامل الوراثية عن بعض اي سمول اي سمول اي كابتل اي سمول هتلاقي ان اي سمول اي كابتل زهرت مرة اي سمول اي كابتل زهرت مرة طبعا الكابتل بتكتب الاول اي سمول اي كابتل زهرت مرة بعد كده اي سمول اي سمول ظهرت مرة فهتلاقي ان اي سمول اي سمول ظهرت في فرد واحد من الاربع افراد دول صح وهو ده اللي هو بيقول عليه بيقول لي فرد واحد من الافراد اللي هتنتج هيبقى الجيناتيك استراكتشار بتاعه اي سمول اي سمول يبقى نامبر سي هي الوحيدة اللي تنفع تمام كده يا شباب شوف اللي بعده بيقول لي تبقى لقانون مندل التاني الصفة السائدة بتظهر في الجيل التاني بنسبة طبعا 75% 75% السؤال اللي بعده بيقول لي يعني القانون التاني بتاع مندل اسمه ايه او معروف اسم ايه اسمه تمام كده السؤال اللي بعده بيقول لي مندل ساكند لو تبقى لقانون مندل التاني الصفة المتنحية اللي هي الريسيسيب هتظهر بالنسبة كم في المية 25% لان في الجيل التاني بتظهر الصفة الدوميننت والريسيسيب بنسبة 3 ريشيو 1 اللي هو 75% ريشيو 25% تمام كده اللي بعده بوليز الجيناتك استراكتشار يعني التركيبة بتاعت الجينات بتاع نبات قزم نبات بسلة قزم يعني وصير وفي نفس الوقت الوردة بتاعته بيضة هيكون التركيب بتاعه ايه والله هو لو شورت هيبقى لانه لو طويل هياخد الحرفين كابتل صح كده حل طيب ويت قال لي لو كان رد هياخد ار كابتل ار كابتل يبقى لو ويت تاخد ار سمول ار سمول يبقى ما فيش غير الاجابة نمبرسية اللي تنفع تي سمول تي سمول ار سمول ار سمول تمام كده احنا نشوف السؤال اللي بعده بيقول ليزا جيناتك استراكتشار اوف رينكلد ييلو كالرد سيتز اوف بي بلانيت يعني التركيبة الجينية بتاعت نبات بسلة البزرة بتاعته مجاعدة وفي نفس الوقت لونها اصفر والله هي لو سموس تمام كنا بنديها اس كابتل عشان ده دوميننت يبقى لو رينكلد هديها اس سمول جميل جدا طيب البزرة الصفرة دوميننت يبقى هديها وي كابتل وي كابتل لانها لو خاضرة هديها وي سمول وي سمول طب هو بيقول لي رينكلد وييلو هتبقى وي كابتل وي كابتل اس سمول اس سمول تمام كده شوف اللي بعده يقول لي according to Mendel's second law each pair of alternative traits is inherited independently of the others and appears in the second generation at ratio طبعا سري ريشي 1 قانون Mendel التاني بيقول ان الصفات المتنقدة بتظهر في الجيل التاني بنسبة 3 الى 1 السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل بيمثل توريس احد الصفات البشرية بتاعت الانسان يعني عدد الافراد او الاطفال اللي بيحملوا صفة متنحية صفة متنحية يعني الجينين عندهم وغضيين small letters حروف صغيرة تمام كده قال لي تعالى نكمل الاول الشكل وبعد كده نجاوب اتش كابتل اتش كابتل تمام ده كده pure dominant اتش كابتل اتش سمول hybrid dominant اتش كابتل اتش سمول hybrid dominant اتش سمول اتش سمول ده ظهر مرة واحدة pure recessive يبقى هتظهر مرة واحدة فقط وعلشان كده يا شباب هنختار individual number four او الفرد رقم اربعة شوف السؤال اللي بعده بيقول لي from the dominant traits in human being is من الصفات السائدة في البشر ان يكون ان يكون عند white eyes عيونه واسعة السؤال اللي بعده بيقول لي in mindle the second law the alternative traits are inherited في قانون مندل التاني الصفات المتناقضة او الصفات اللي عكسة بعد بتتورس بشكل independently شكل مستقل كل صفة بتتورس كأنها بتتورس لوحدها السؤال اللي بعده بيقول لي دلوقتي لو انت جوزت نبات بسلة قصير والوردة بتاعته لونها ابيض لنبات تاني طويل والوردة بتاعته لونها احمر بيقول لي كل النباتات اللي في الجيل الاول هتكون هتكون ايه طبعا هتكون long breed يعني هتكون طويلة والوردة بتاعتها حمرة ليه لان الجينات اللي هتتورس من الاب والام فيها على الاقل جين واحد مسؤول عن النبات الطويل وجين واحد مسؤول عن الوردة اللونها احمر فطبيعي ان كل افراد الجيل الاول يطلعوا طوال والوردة بتاعتهم لونها احمر طبعا كده شوف اللي بعده بيقول لي the ability to rule the tongue is one of the traits in human being يعني قدرتك على ان انت تلف لسانك ديت من الصفات الهين في البناء ادمين dominant الصفات الايه السائدة which of the following traits is dominant in human مين من دول من الصفات dominant او الصفات السائدة في الانسان طبعا absence of freckles غياب النمش ان ما يكونش وشه فيه نمش بيقول لي which one of these traits is recessive طب مين في دول recessive قال لي ان يطلع الشعر straight يطلع الشعر مفرود تمام السؤال اللي بعده which of the following traits is recessive in human مين في دول recessive في الهيومان قال لي the presence of freckles ان يكون فيه نمش دي بتكون صفة recessive صفة متنحية السؤال اللي بعده ولي when meeting a white male from genia pigs with a black female of the same species تمام؟ يعني ده نوع من الكائنات هنجوز منه الميل هيكون لونه ابيض والفيميل هيكون لونها black ولي the resulting generation الجيل اللي هينطلع was all white color كله كان ابيض what is the color of the trait of male parent يا ترى اللون بتاع الصفة بتاعة الميل او الفرد الابوي في الايه؟ في الاتنين اللي هيتجوزه هتكون ايه؟ اللي اكيد هتكون pure dominant يعني ايه pure dominant؟ يعني صفة سائدة نقية مش انت قلتلي ان الميل كان عنده الصفة المسؤولة عن النول ابيض والفيميل عندها الصفة المسؤولة عن النول اسود والجيل اللي طلع طلع لونه ابيض يبقى اللون الابيض دوت الصفة اللي كانت موجودة في الاب كانت صفة pure dominant تمام كده؟ شوف اللي بعده يعني ايه الكلام دوت؟ يعني بقول لي لو جوزت ذكر عنده الاجنحة بتاعته قصيرة من الحشرة ده مع الاجنحة بتاعتها طويلة من نفس الحشرة كل افراد الجيل الاول طلعوا الاجنحة بتاعتهم طويلة تمام كده؟ بقولي if a male and female from this generation mate طيب لو ميل وفيميل من الجيل اللي طلع دوت اتجوزوا بعض the predicted percentage for the appearance of long-winged insects in the second generation يا ترى المتوقع نسبة ظهور الاجنحة الطويلة او الافراد الاجنحة الطويلة في الجيل التاني هتكون بنسبة كام؟ طبعا 75% 75% according to Mendel's second law تمام؟ يعني تبقى لقانون Mendel الثاني الصفة السائدة اللي هي بتاعت long wings اللي ظهرت في الجيل الاول تمام؟ هتظهر في الجيل الثاني بنسبة 75% السؤال اللي بعده بس قبل ما اروح للسؤال اللي بعده دية بتاعت المسألة عشان انا عودتكم اعرفكم احنا بنختار ليه؟ فاحنا دلوقتي عندنا short wings w small w small long wings هعمل الجميتس بتاعتي هكتبها بعد كده هكتب هيطلع افراد الجيل الاول كلهم عندهم اللي هو كلهم هيبقوا لو خدت اي اتنين منهم زي ما هو بيقول وجوزتهم لبعض عشان يجيب الجيل الثاني هيطلع معايا اللي جناحتهم طويلة 75% واللي جناحتهم قصيرة 25% تمام كده يا شباب؟ نتنقل بقى للسؤال اللي بعده بيقول لي in the opposite figure في الشكل المقابل if you know that the symbol of the gene of green color pods green color pods يعني غلاف لونه اغدر in p planet is g capital واليالو color is g small وال small swollen shape يعني الشكل المنفوخ بتاع الغلاف هنديله i capital وال sinus shape اللي هو الشكل المحبب او الشكل اللي بيبقى الغلاف بتاعه باين منه البزرة من برا او شكل البزرة باين على شكل الغلاف من برا هنتخليه i small بيقول لي number a the pods of plant number three are الغلاف بتاع النبات رقم ثلاثة هيطلع بص كده جوز دلده كده الجميد ده مع الجميد ده g capital i capital صح؟ يعني عنده green pods صح كده؟ طيب و i capital يعني عنده swollen shape يبقى انا هختار الاجابة number a green و swollen الغلافة هيبقى لونه اخضر و منفوخ تمام؟ طب تعال على number b بيقول لي genetic structure of plant number two number two اللي هو الجميد ده مع الجميد ده كأنك بتلعب لعبة جدوى للضرب بالضبط تمام؟ اللي قول multiplication table g capital i small i small تمام؟ يبقى دي اللي هنختارها طيب number c بيقول لي the pods of b plant number one are similar to the pods of plant number يعني الغلاف بتاع النبات رقم واحد هيكون شبه الغلاف بتاع النبات رقم كام؟ طب رقم واحد دوت g capital g small i capital i small صح كده؟ هيكون شبه مين؟ قال لي هيكون شبه number three g capital g small i capital طيب ازاي؟ تعال نفسرها مع بعض تعال كده على number one g capital g small يعني green صح؟ طب تعال على number three g capital g small يعني green i capital i capital يعني swollen يعني اللي اتنين او الصفات اللي هتظهر فيهم هتكون شبه بعض علشان كده قلنا ان رقم واحد شبه رقم تلاتة نروح نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي مين اللي حط الموضل او النموذج بتاع dna model طبعا الاتنين مع بعض خد بالك عشان لو جاتلك اجابة فال اتنين تنفع نروح نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي is or are يعني فيه اجابة ممكن تنفع او اجابتين خد بالك من الحركة دي ساعة يكتب لك برضو حرف اس كده ما بين اقوائس تمام are the parties of dna present on the cromosomes and control the hereditary traits of the individuals طبعا الجينز ايه الاجزاء اللي موجودة في dna اللي من خلالها الصفات بتتورس او بيتحكم في ظهور الصفات بتاعة الافراد الجينات الجينات جزء من dna موجودة على الكرموسوم السؤال اللي بعده is chemically composed of بيتكون من dna and protein طبعا الكرموسوم بيتكون من dna and protein السؤال اللي بعده dna molecule consistence of بيتكون من two strands خطين ملفوفين حوالي بعض شبه ال ايه ال spiral ladder شبه السلم الحلزوني والشكل الاساسي بتاعه بنسميه double helix بنسمي ايه double helix الشكل بتاع دي ايه بنسميه double helix السؤال اللي بعده بيقول لي is chemically consist of ou consisted of nucleic acid cold combined with protein السؤال اللي بعده بيقول لي the two scientists من العالمين of how gene controls the appearance of من العالمين اللي اكتشفوا ازاي الجينات بتقوم بالدور بتاعها او بتتحكم في ظهور الصفات الوراثية طبعا بدل وتتم السؤال اللي بعده genes control the organism genetic characteristics by producing يعني الجينات بتتحكم في الصفات الوراثية بتاعت الكائن بانها بتنتج enzymes هتعمل chemical reaction هيطلع protein هو اللي هيظهر الصفة اللي احنا بنتكلم عليها يبقى اول حاجة الجين لازم يطلع enzym علشان يتحكم في ظهور الصفات ال ايه الصفات الوراثية تمام مظبوط ونحل السؤال اللي بعده بيقول لي pro vitamin A is cool طبعا اسمه كاروتين pro vitamin A اسمه كاروتين شوف السؤال اللي بعده بيقول لي carotene substance ما فيهوش فيتامين ايه ده هو جواه مادة اسمها كاروتين والكاروتين ديت لها اسم تاني اسمها pro vitamin A المادة ديت لما بتدخل الجسم بتتحول لفيتامين ايه تمام كده بيقول لي malnutrition produced as a result of deficiency of vitamin A يعني سوق التغذية بينتج نتيجة نقص فيتامين ايه في الجسم may lead to ده ممكن يؤدي الى losing the sight يعني يعني ايه losing the sight يعني فقدان البصر تمام يقول لي the DNA is similar in humans add percentage of more than يعني DNA في البشر متشابه بنسبة اكتر من 99% 99% شوف السؤال اللي بعده بيقول لي all of the following except كل ديت من اهداف المشروع بتاع الخريطة بتاعت الجين البشري ما عدا ما عدا ما عدا انك تحصل على صفات مفضلة او محبزة بالنسبة لك تمام كده حد هنا يا شباب يكون حلقة النهار ده خلصت اتمنى تكونوا استفدتم واشوفكم ان شاء الله في علاجة كتيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسوش يا شباب تشتركوا في القناة بتاعتنا وتضغط على زرار سبسكرايب وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس لشان يوصلك اشعارات وتنبيهات بكل الحلقات الجديدة اللي تنزل اول باول وكمان يا شباب ياريت لايك للفيديو لان كل ما عدد اللايقات زاد كل ما دو تساعد في نشر الفيديو لناس اكتر وساعد في ظهور الفيديو لعدد اكبر من الناس ما تنساش تعمل كومنت رأيك في الحلقة اه ارائك استفساراتك اي حاجة محتاجها مننا ياريت تسيبانها تحت في الكومنت وكمان ما تنساش تعمل شير للحلقة لكل اصحابك وقريبك وعلى صفحتك على الفيسبوك علشان كل الناس تستفيد زي ما انت استفدت والحد هنا يا شباب حلقتنا انتهت وحلقت النهار ده خلست بس لسه الحلقات اللي جاية كتير اشكركم على متابعتكم للفيديو واشكرك انك وصلت لحد نهاية الفيديو وده معناه انك مهتم وشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جاية كتير ياريت تطبقوا اللي انتوا بتعلموه اول باول علشان تستفيد وتحقق اعلى الدرجات شوفكم على خير يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته